أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في إمارة دبي شاركة تلفزيون أوريانت في تغطية المؤتمر الصحفي لإطلاق عرض مسرحية تحت السماء للكاتبة السورية فادية الدلة والمخرج ماهر سليبي والفنانة يا صبري بطلة العمل حيث أكد المخرج ماهر أن النص ينقل بأمان الواقع السوري ولكن في جزئيات معينة منه وذلك لعدم القدرة على الإحاطة بكل جوانب المأساة السورية نعم سونيا فيما أشارت الكاتبة فادية دل أنها حاولت أن يكون الإنسان السوري في نص المسرحية هو الإنسان السوري الحقيقي الواقف على خشبة الحياة أو المسرح بكل كبرية رغم كل ما يحيط هذا الإنسان من آلام وأحداث موجهة أما الفنانة يا رصبري فرأت أن العمل يحاول أن يقدم البعد الإنساني لما يحدث في سوريا بعيدا عن توجهات سياسية ووجهات نظر وغيرها دعونا نتابع حاولت أن يكون الإنسان السوري في النص كما هو الإنسان السوري في الواقع واقف على خشبة المسرح وهي خشبة الحياة بكل كبرياءه مطالب بحريته يستذكر عن حياته ويحكي عن حياته مرة بفرح ومرة بحزن ومرة بألم وعم يحاول يقول إنه نحن سوريين كلاتة مع بعض ومنحب بعض وهلا إذا تنزل على سوريا بتلاقي هذا هو الواقع كل شي عم يجي من سوريا عم بيقول إنه هذا هو الواقع فحاولت إنه أنا أمقل هاي الحالة حالة الكبرياء الحقيقية عند الإنسان السوري نحن عم ننقل جزء بسيط وصغير جداً من الواقع الواقع أكبر بكتير بكتير أكبر يعني الوجع أكبر بكتير يعني نحن عم نحكي عن شخصية بس تشوف فيها شي عام بس مساعد أبداً بإنه تتنقل كل شي صعب ما حرص في سوريا هو شي مشكلة إنسانية وكارثة إنسانية وأخراقية بالدرجة ليه مش عمضنا نحتوي سياسي نحن ننفهم بالسياسي فهذا العمل مقدم وجهة نظرنا الإنسانية زي نقوصين إذا بدكم أنتوا بسياسية بسياسية معنى سياسية الإنسانية مش كل وضح جداً بفنصاتها بشداً تتمنقني بينها بالشي إحنا عم نقدم وجهة نظر دي رقابة إنسانية بحتك ولكن هي وجهة نظرنا الحقيقية ورحلينها بالشي بكل تفاصيل يعني في حيكم موف إن شاء الله ونحكي أكتر عن هالموضوع معنا عبر الهاتف من دبي مؤلفة المسرحية الكاتبة والإعلامية السورية فادية دلة صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا يسعد لنا صباحك أستاذي فادية سمعني أنه بطاقات أيام العرض نفذت تقريباً تحكي لنا أكتر أنه على الإقبال الكبير عن المسرحية وكيف تحضيراتكم استعداداتكم إن شاء الله ليوم الأربع أهلا بصراحة بالنسبة لنفوذ طاقات العرض لكثافة الناس عليها يمكن لأنه كان في شح بالأعمال السورية اللي بتحكي عن الواقع السوري بعد الحراكة السورية في سوريا خلال خلال سنوات الأخيرة هذا اللي يخلي أنه كل الناس عم تتعطج وتنتظر لتشوف عرض فني بمسا متوقعين أنه هنم رح يشوفوا شي بخطهم يتعلق فيهم فأكيد حيكون هذا الأقبال يعني بالإضافة إلى وجود جالية كبيرة كثير في دبي من سوريا جالية سوريا بالإضافة أيضاً للجنسيات الثانية اللي هي أصلاً حابة تطلع على بعض مجريات الحياة الإنسانية خلينا بالإنسان مجرس الحياة الإنسانية بسوريا من خلال هذا العرض كيف بدا يطم التطرح وكيف بدا يطم التعاطي مع هذه الحالة فينا ستتشوق والإضافة حتى للآلام حابب يشوفها الحالة بذلك سعلاً في اليوم الأول هو يكون اليوم الثاني تقريباً ونحن منتظرين بالنسبة للتحضيرات بصراحة نحن هلأ بالبروفا يعني أنا عم بحكي معكم يتمنى أنه طلبتمني نحكي سكايب فلاً ما نستقادرين أبداً لأنه هلأ بالبروفا على قدم والساق الديكور الأعمار كلا ياتا عم تمشي بطريقة كتير كويسة وكتير دقيقة أنا بالنهاية عم بشتغل مع شخص ثنان كبير مثل ماهر سليزي كتير بيدرس التفاصيل وكتير بيدقف وكتير بيشوف كل شي بالعرض عنده عين إخراجية كتير جميلة وكتير فنان إلع بيدرس كل تفصيل وكل شي بسيط ما بيدرك أي شي يفوت من عينه هذا الشي بيأخذ منه وقت أطول وجهة أذكر بيدرس كل الأمور تنويجة والإضافة إلى أنه أنا صبري كفنانة قطعت عن المسرح لفترة تفيلة اليوم هي عم ترجع تعيد التدريبات من أول وجديد وترجع عم تمرن جسمها وترجع عم تشوف الآلية التي تصعط فيها مع النظر هذا المسل المسرحي هو المسل الثالث على طعيد الكتابة المسرحية بس هو المسل الأول اللي بيتقدم على المسرح ثالث نعم هلأ بدي أسألك فعليا هلأ كونه هذا المسرحية طالعا من شيء حقيقي فمن أين تم استحاء السياق الدرامي للمسرحية في مواقف معينة تؤدي لأن منصق الدرامي يكون كذا وكذا وكذا من أين استوحيتي هذا السياق؟ شوفي هلأ بالنسبة للحياة في سوريا والإنسان السوري اليوم في عندك كتير حقائق وقصص لتووي منه كتير حكاية وبالمستقبل حنشوف لتنتهي الأمور في سوريا ونشوف كيف قد تستقر رح تشوفي أعمال إبداعية كتير مهمة وكتير كبيرة حنشوف فيلمة ورح نشوف مسرح أكتر ورح نشوف أسلام مهمة أكتر ورح نشوف الدراما أكتر يمكن هلأ لأنه نسا الوجع كتير جديد وكتير موجود ما نكل عم يقدر يبدع وما نكل عم يقدر يكتب عنه وما عم يعد يكتب يكتب بس نحن نستمدناها من وقائع من قصص حقيقية من قصص نحن أشناها أصلا صارت معنا لأنه هي قصة المسرحية عن أم سوريا بتفقد أولاد الأربعة بطريقة ما بيقصد العرض بتحكي عن أبوها وبتحكي عن أمها وبتحكي بتسترجع ذكرياتها كلها مع هذه العائلة مع الأطفال هذا بنهني أنه أنا محاولة أرصد الفترة في سوريا أصلا من خلال ذكريات هذه الأم الموجوعة والمكلومة حتى قبل الحراكة السورية نعم وهذا بيأتي تكتورة متكاملة أصلا للحالة السورية نعم أستاذي فاتيا نعم أنت بخلال هذا العرض وهي الشخصية اللي عم بتقدميها المرأة عم بتم تقديمها عن طريق المونودراما أدي هذا النمط من العمل الأعمال المسرحية ممكن قادر يجسد الواقع السوري حاليا شو صلى قال لك المونودراما هو من أصعب المسرح عموما هو من أصبع الأصعب الأنواع الفنية والإبتاعية فما بالك إذا كان المونودراما المونودراما هو أكثر صعوبة وأكثر احتياج لدراسة أكبر على صعيد الناس وعلى صعيد الإخراج وعلى صعيد التمثيل يعني لما يكون عندك ممثل هو بنفسه فيقوم بكامل الأداء والأعمال غير من كل موثلين أو ثلاثة أو أربعة فهو المونودراما أصلا هو عمل صعب فهو بالمدة الزمنية ودراسة لجانسين وفي كل الأمور هلأ بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة للمؤديش قادر أنا برأي أنه قادر لأنا أقول شيء شخصية عن إسماجي كل الذكريات طبعا اللي تتلاقى مع ذكريات كل الأمهات السوريات كل الأمهات السوريات لديهم أبناء سواء بأحد من الأطراف المتصارعة موجودة هون أو هون أو هون هي مقودة المسئلة أو مقتون أو شهيد أو أي إن كانت المسميات مسميات نحن سليا وإبداعيا وإنسانيا مثلا هم المسميات بقدر ما هتمينا بالإنسان السوري بيوجعوا بإعادة التلاحم لأن هذا التلاحم هو حقيقي وما نشعرات نعم نعم الكاتبة والإعلامية السورية فادية دل كل الشكر الجزيل لك وأكيد أوريان ستتابع التغطية لهذه العروض المسرحية في مواقعها كل الشكر شكرا شكرا أوريان شكرا للكم شباب وطباح وخير للكم ولمشاهدين شكرا لأصباح الجميلة نتمنى نشوف الجميع بالعرض المستحيل لوم الأربع قميس والجمعة إن شاء الله شكرا كثير لألك أعطيكم ألف عافية